موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الإخوان والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنتناول المفارقة التاريخية لخلت أنه عبد المجيد تبون الرئيس للجزائر يحصل على ولاية تانية المفارقة التاريخية كيف تقول أنه الرئيس من الذي يدوز مثلا وحد الولاية الأولى هو دوز من 2019 حسن لبحث الـ 24 يعني المنطق العقل أي إنسان سواء قارج كيف يفهم سياسة كيف يفهم جيك أنه الرئيس من الذي يدوز وحد الولاية هذه المسائل لإنجازات التي هي مزيانة هي التي تجعلها أنه يطلب التمديد أولا في الجزائر بلما نحضره إلى التمديد التمديد راه داز خارج إطار السنادق وشفنا بأنه هذا كان للاساب كانت مئساة سياسية طريقة الانتخاب الرئيس الذي كان العالم كله مهزال وشفنا في 2023 يقول أنه رئيس دولة كيدوز 96 فاصلة مع رجح يعني ولو هذا ولو يكون قائن وشي زائم على القهري تاريخي حنا عن فرض ولو يكون قائب الصح كانت الدولة تحكم تقول نجح بسا فاصلة مع رجح حال يكون مثلا شي زائم هود من عرف من ينجا والدولة مثلا طلعها من 750 حتى المنع رجح جوج ول ثلاث ول مثلا وفرمشة وعين رجح هي اللولة في العالم وفي السلع وفي الماكلة وفي السعادة وفي التعليم الدولة تصفف أعلى عليين والتي تحكم في الكون والأقل تدخل وقتناطح وخيكون الدولة تقول بأن رجح تجدد الانتخابات و96% مع رجح هم الذين نجحوا أي دولة ستحكم على هذا نرى الرؤساء الدول 50% 57% يعني 60% 61% 70% ستحكم الانتخابات بالصح ليس الانتخابات اليوم قال لي لهم كل سترشح مجموعة الناس تقدم الترشيح كشت كل شيء يفهم الحبس كاملين قال لدي توقيعات وفيهم ترافيك وفي التعلاب مغشوج لم يتعرف مجموعة توقع الفعال للدول المتخل التي تعرف ها كشت 70% ستحكم مجموعة دائرة للأسف لو كان ضمير العالمي أو شيء يكون عنده شيء متحف أو شيء حاجة لكي أرخ للدول المتخلفة دول المتخلفة كين أنواع كين دول متخلفة ولكن متحضرة وتقلب بالصح تزيل القدام بالصح أنا جاي لكم باش نتكلم لكم على الأخطاء الكبرى التي دارها تبون واللي ربما هي وقال السبب الذي جعلتهم أنهم يقرروا يعودوه يطلع رئيس حتى كين الرئيس الذي يطلع بناء على النجاح ذي ولكن هذا ما سنعود لكم كيف يلل لنا بأن السببب الفاشل النقط الذي سنعود لكم هو السبب لأنه راكم الفاشل قلت لكم أن الدول مثلا الدول العالم الثالث كان مجموعة دول وخاف الدول العالم الثالث ولكن تلاحظوا بأن يحاول يكون دولة وبالصح زي القدام وكتشوف مسائل كتشوف واحد الأدنى دي اللياقة واحد الأدنى كتشوف أنها دولة تقلب على رأسها وكين شي دولة دي العالم الثالث الناس اللي يكون يخدمون فيها مثلا بحال من الجزائر يكون يخدم فيها مثلا غير شي جوج ولا ثلاث ساد عليهم ويجيب لهم الغرم يشوف متى شي واحد عليها تلقى مثلا تقار لا دي بلوماسيا ولا من ناحية اللياقة ولا من ناحية التواصل مع العالم الخارجي ولا كل شي يظهر غريبة والرئيس رأيكم ترى كلام غريبة والأمم المتحدة والعالم كله يتصنط هو يقول لهم نحن ندير التحليض البحر لا يتصنع المليار ويضرب الحساب يقول بأنه رقم خيالي يعني يشرب مع الجزائر والكون كله ويشرب الشمس والقمر والكواكب ويشرب القتل بقي معطح عليها الإنسان كله يشرب في المثال اللي نحن كتحس بأنه دولة العالم الثالث ولكن دولة يعني فشقة كتقارنها بدول أخرى يعني أحيانا اللي كون في العوان ديل الشعب الجسائري من اللي كيشوف شي واحد عنده الممثلين ديل الدولة فهد طريقة كيفاش قاعدين كيحكموه 90% إلى غير ذلك انتي خابة داز كلها لاحول ولاقواء هزو بنادم يدعو ويدكسوه يقول دراس كتبوطي كتصوار وهذا إله ذلك إذن قلت لكم أنا العالم الثالث هذا الشيء اللي دابع سنتكلم على هذه الفصرات هذه اللي دازت أحساب لكم المشاكل التي كانت كوارث على النظام الجزائري والأخطاء الكوارث التي تقلدها هذا عبر المجد تبون وخلاتهم أنهم لديك الأسباب عود الثانية واللي عود المرات الثانية أرتكب أخطاء وأخطاء لحسن الحظ كلها ضد المغرب وهذه الأخطاء هذه كلها المغرب كل خطاء المغرب قلبه للصالح بمن أنك تضرب الكورة ترجع فيك جوج قوال والمغرب لم يسوق لهم حتى تعرض مثلا السياسة مثلا مع الجزائر بالنسبة للمغرب وبنسبة الجزائر مع المغرب الجزائر السياسة هي أنه كله قابل على المروق يعني قابل على المغرب أي حاجة خضر غير على المغرب وأي مشكل لوحة على المغرب وأي فلوس يريد خسرها في المالية خصوص فهم الميزانية خصوص يكون ضرور فيها المغرب والمغرب حاضر دائما تشوف المسؤولين عن الكبير عن الصغير أي خطة يريد أن يجعلها في الكورة والتقليد إلى غير ذلك في السياسة الخارجية في الصفار تعسب بأن المغرب قدامه يقلل هذه السياسة الجزائر لأن كتبيين ما هي الوظيفة النخبة الحالية هي متابعة وتتبع المغرب المغرب عنده سياسة العكس المغرب من قادم الزمن أولا بعد كينات السياسة مع النظام الجزائري كانت طالعها من ناحية تشدد ولكن في الغالب الأعم خصوصا في السنوات القليلة خصوصا في العادة محمد السادس كان بصفة عامة وحصف عاد الحسن لأنهم يدهش فيهم ولكن يتعامل معهم كأي أمة كأي دولة إلى غير ذلك ونرى نداءات لأعلى مستوى من طرف المالك يتكلم معهم ومراران تكلم على الرئيس بكامل الإحترام ومع الشعب وكل ويدعي كأنه يهضر مع النص وقالاء ويدعي بأنه تجاوز الأمراض الماضي وتجاوز العقلية الماضي ومراران يتكلم ويقول أنه الأخطاء هذي يتكلم وليس لا يحضر بها لن نجوم وبالتالي من العيب أننا نورثوها ونزيد خدام بها لقدام من غير هذا المغرب يكمل شغاله من المغرب لا ترى تعليمات كامعة دارة الجزائر فإن المغرب قرر أن هذا أو لا كيف ما بنات الجزائر ما نعرف نحن المغرب لا يحضر المغرب لا يحضر لن يحضر إذا قلنا هذي يتبون الفصرة التي ذهت سأعود لكم الأخطاء الكاريتية التي دارها والمغرب قلبها دائما مصالح إذا عوض مثلا صحيفة السوداء الذي عمر بالأخطاء كانت أن تشفى هذا المجيد أن يجب عليه ويجب شيء إنسان آخر شفنا بأن كان إصرار نبدأ بالأول في الأول هذا عبد المجيد هذا جاء في 2019 في 2019 رئيس هذا عبد المجيد تبون 19 من 19 حتى الدافر الفصرة التي تميزت فيها الفصرة الرئيس الجزائري تميزت بأن مجدر مخلاء الرئاسة صعاد في الكلام العدواني المملكة المغربية لأن صعيد في الكلام يعني كان فرق ما بين الرؤساء مثلا في الفصرة الشهد اللي الجديد مثلا كانت الفصرة الذهابية العلاقات التي مزيانة ما بين جوش الدول كان الشهد اللي الجديد كان أعطى مسافة ما بين هو وجبهة التحرير والسياسيين أعطى مسافة وحاول يكون رئيس جزائري وهذه المحاولات وعطت المجموعة للنسائج تم إجهاضها فيما بعد فعبد العزيز الشهد اللي بن جديد كانت العلاقات المغربية الجزائرية من ناحية التواصل كان ونعم وكانت علاقات وكانت مسائلة إلى غير ذلك من مراه من المشا كانت العشارية السوداء العشارية السوداء داز فيها الشعب الجزائري بمجازر وانتقامات ودماء وكانوا العدد راكين اللي وصلوا لربما هذا العدد اللي هو غير رسمي ربما المليون وحد اللي كانوا مشاو في العشارية وكان اللي يقول 100.000 على كل حال ولكن البحار الأنهار الدماء اللي سالت في العشارية السوداء هذه العشارية السوداء دارس من مور بن جديد كان السببب الأساسي هو العسكر والجنارات العسكر مليت حالة الجزائر في ذلك العشرة سنين كاملة صافية وشباعات فرنسا وشباع العالم وذلك كانوا جابوا عبدالعزيز بوتفليقة وقدموها على أنه شوياد إنسان المصالحة عبدالعزيز بوتفليقة كيف ما يريد كل حال الوقص دياله كان الوقص ديال التقار من ناحية الحروب بالكالمية والعلاقات الجزائرية وذلك كان موقر عبدالعزيز بوتفليقة والعلاقات المغربية الجزائرية كان يقلب عليها الطابعة الحادر وما تقلب عليها ما تقلب عليك هذه الفترة بوتفليقة من مورها في 2019 جاء عبدالمجيد تبهون هذا جديد من 2019 بمجرد ما طلع تم صعيد ضد المملكة المغربية والهجوم ضد المملكة المغربية والتهديدات ضد المملكة المغربية وأول مرة بدنا نسمع التهديد بالحرب ضد المملكة المغربية بمجرد ما طلع هذا الرئيس هذا الذي أفشل سميته أولا وعند ثاني يطلع له فترة تصعيد وحروب كالمية وحروب إعلامية وحروب استخبارات الفترة دعا بالمجيد هذا والفترة تميز كذلك بقمعة الشعب الجزائري بحجة أننا نواجه الجار المغرب وتميز كذلك بالتصعيد في دعم البوليزاريو في جميع المغامرات دياله والإعلان أعلانيات لتبريع النفقات إلى غير ذلك على هذا الكيان إذا الفترة ديال هذا التبون كان فترة تصعيد ما بعده تصعيد يعني كان رقم قياسي من ناحية التصعيد العلاقات ديال النظام العسكري الجزائري ضد المملكة المغربية كما أنه من ناحية آخرى تميز الفترة ديال عبد المجيد بأنها كان أعلى أو للمرحلة اللي كانت القمة ديال النظام العسكري كيكشف على الوجه دياله النظام في الجزائر كتعرفوه بأن الظاهر دياله مداني دائما كيجيو لك رئيس مداني قبل من الجديد وبو مديين وبنبلاء إلى غير ذلك يعني في جميع الحالات كانوا يجيبوا دائما وجوه مدانية أول مرة كان هو العهد الرئيس عبد المجيد تبون أول مرة من نظام العسكري بدأ يخرج إلى الانياب دياله وبدأ يبان الرأس دياله الكبير هذا شنغريحة أول مرة في التاريخ العلاقة بين المغرب والجزائر رئيس مداني عدواني دائما كارد وحده يبان الثاني القطب الذي هو عسكري وعود ثاني عدواني هذه الفترة التي قلت لكم هذا جوج الذي اطلاق ه بداء من 2019 امر الأخطاء في المجال الديبلوماسي هذه الكوارد المغرب دائما لبهم الأرباح ولكن ماذا سأقول لكم لماذا إذن قلنا بالنسبة للأخطاء بمجرد ما شد عبد المجيد تبون هذا الحكم إلى غير ذلك نضع لكسيدي في 2020 يغطي إلى البوليزاريو البوليزاريو ستقطع الطريق القرقارات الرابط الوحيد الرابط ما بين جنوب المملكة المغربية وما بين موريطانيا هذا كان أول مغامرة يدخل فيها هذا الرأسين عبد المجيد تبون هذا الرابط ما بين جنوب المجيد كانت أول مرة يدخل هذه الخطة لدعم البوليزاريو وقال لكسيدي ستقطع الطريق يعني هذا ما يقول لهم العقل هو الاختبار الاختبار الذي أريد أن نقوله كان اختبار جديد من المملكة المغربية ولكن ماذا نوقع؟ المملكة المغربية بطريقة حاسمة القوات المسلحة الملكية كثهود السماء وتضرب بقبضتين من حديث لم يكن لا تردد ولا مرونة ولا تشي حاجة كان الحسن السريع المغرب القوات المسلحة الملكية امشت على الجد الأمر ترشت ذلك الشيليكين وفي صحة الطريق والحدود زادت توسع جنوبا ثم في منطقة الشرق منطقة الشرق هذه الحدث هذه الحدث هذا من الملونة الخاصة بالنظام العسكري الجزائري ما هو النتائج التي تحقق؟ أولا بعدها أولا بعدها كانت تحقق بأن المملكة المغربية بانت بأنها دولة الحسم في المسائل الحدود النتيجة الثانية بانت بأن المملكة المغربية من ناحية العسكرية رمكس عرب تشي واحد وفي هذه اللحظة بانت الحدود والإمكانيات لدينا النظام العسكري الجزائري يعني بان بأنه ما عنده ما يدير وبالتالي حتى ذلك الخيار العسكري اللي كان ديما كيلمح وكيلمح وكيلمح بان بأنه ما يقدر يدير تشي حاجة خصوصا وأن ذلك الحسم العسكري اللي قامت به المملكة المغربية يعني جاء متوافقا مع القرارات دي الأمم المتحدة ومع المواقف دي الدول إذن هنا المملكة المغربية الخطأ اللي داروا هذا الرئيس هذا بالإضافة للشنغريحة قلبوا المصلحة دياله أولا بعدك نطرح حاسم ما كيلعبش في مسائل دي السيادة الثانية تبس من دحية الكفاءة بأن القوة المسلحة الملكية بأنها عندها التفوق يعني عندها على الميدان هذا الشي فوكاش هذا الشي في ألفين وفي نفس السنة في دوجن بير ديالها سوف يتفاجأ النظام العسكري الجزائري وهذا الرئيس هذا وشنغريحة سوف يتفاجأوا بالموقف الولايات المتحدة الأمريكية لأن الموقف الولايات المتحدة الأمريكية كان صدر كنت تذكر نوفمبر أو ديسمبر غريبا ديسمبر من نفس السنة ستضرب الاعتراف بمغربيات الصحراء يعني وكان حادث مزلزل إذن شوفش حد مجموعة الهزائيم اللي خرجات من بعد الخطة اللي دارها هذا الرئيس واللي معاه يعني أخطاء فادحة رجعها المغرب كلها أرباح هادشي ندخلو مثلا الـ 21 في 21 أشنغري ديسم النظام العسكري الجزائري بشي يرد على الهزيمة ديالو ديال 2020 يعني أنا كان أعطاكم الأخطاء اللي خلات أنه يقلبوا على شي واحد فاشر كسر من القياس ما يجبرو شي بحل تبون قالوا له غازل نعودوك يعني غازل نعودوك التعراج المزيان في 21 عودتاني النظام العسكري الجزائري انتقام إلى غير ذلك ينودوك بالورقة الغاز والورقة الزرقاء قالوا كما نعطيه الغاز نقطعوا ذلك الخط اللي المغاربة الإسبانية لأنبوب الغاز ومغاربة صافية وصد وحد وصافية وكانوا يتوقعوا بأنهم من بعد ذلك القطعة عدم تشديد ذلك العقود الغاز واسمية وأنهم ستسبب المغرب أزمة ذلك ما يوقع منه أي شيء المغرب على الجبل وبالطريق دياله هذه كانت القرارات ضد ذلك اللي كان يوقع في 2021 ستشف في 2021 المشكلة أنه عودتاني من بعد سيأتي واحد الخطأ عودتاني فادح سأتصيده فيها عودتاني هذا الجوش سأتصيده في أبن بطوش 21 أبن بطوش أبن بطوش هو اسمية اللي زوروا بها الكواغط لزعيم البوليزاريو زعيم البوليزاريو الجزائر عودتاني عمات لها قال أشكين قال قد انهزوه الزبانية يتعالج وصيبوا له الكواغط فيه اسمية لأبن بطوش استخبارات المغربية وهذا أو ثاني خطأ سيتقلب من بعد لصالح المغرب يعني استخبارات المغربية ساقط الخبار عندها المعلومات عندها كل شيء واجهة إسبانيا واجهة إسبانيا شوفوا خطأ دي الإنسان واحد غربي في دولة كي يحكموها سيخرج منها انتصار فين بالجهة إلى اسبانيا استخبارات المغربية والمغرب رسميا تكلم مع اسبانيا قلوا بأن دائما كنا نصمت لكم الحياد 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 الآن حتى نواقع أرى عندكم زائم بوليزارو إذا ذلك الحياد الذي كنتم تقولون هنا لم يبقى إذا وليسوا مع ناصر داخلين لم يبقى ذلك الحياد وليسوا داخلين في الموضوع إذا المغرب ركيت نزلوا إلى الطابلة لكي نتذكروا في المشكلة للسيادة المغربية أرى كنتم تذكروا سبانيا في الوقت كيف أتصل على الزعاف وقالت للمغرب لا تهدروا معي بهذه الطريقة وشكونتها ومن البداية قلت له هدرها مع التيحة الأوروبي سبانيا كنت تذكروا ودخلت سبانيا وقالت له التيحة الأوروبي والمغرب يهدر مع سبانيا ويجاوب التيحة الأوروبي المغرب يقول لي لا تهدروا لا تهدروا مع سبانيا سبانيا وقالت العكوسات في الأخير في 22 ستفاجئ العالم برسالة من رئيس الحكومة لإسبانيا إلى المملكة المغربية ويعتار بها سيادة المغربية ويقول أنا مع الحكم الداتي تحت سيادة المغربية هذه هي المفاجأة التي كانت صادمة إذن جمعات الأخطاء هذا على هذا وكل خطأ واحد ومغامرة عامية إلا ومن مرهك يكون انتصار المغرب شجاك بوليزارو كيف قلت لكم أنا مثلا في 2020 نوضو قطعه الطريق نتيجة ديالها كان بأنه ظهر بأنه المغرب عسكريا عنده الأسبقية ثانيا حاسم ثالثا أي ضربة أخرى ولا وجهة بأنها مكيش اللي غد يهدر معه رحبا الولايات المتحدة الأمريكية ديك الساعة من اللي شابت بالبلا غدا تبدأ في ذلك المنطقة خرجت بالقرار ديالها بأنه الصحراء المغربية اللي فيها الغنان هذيك سيادة مغربية سالينة عود ثاني الخطأ الثاني غرني نوضو عود ثاني مع اسباليوني يدرو ابن بطوش ما ذك ابن بطوش إلى غر ذلك غدا تتقلب وهو أنه اسباليوني قال كيف نحن ندخل نقعب هذه البلاوية لنضغم العسكري الجزائري ونحن نتعرفه بالسيادة المغربية على المناطق ونحن مع الحكم الذاتي تحت السيادة الخارجية ثاني ثاني خطأ آخر ثاني سوف يعرم هذا التبون الذي بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ونحن مراهن هذا عبد العزيز التبون هو شنجريح سوف يلعب ما بين فرنسا وما بين روسيا فرنسا يدابز ويتصالح أو يمكن أن يقوم الروسيا يحدث من هنا من هنا ما ربحوا روسيا ما ربحوا فرنسا لا هذا ولا هذا روسيا الولايات المتحدة الأمريكية من غران تتحمر عينها في الجزائر في النظام العسكري الجزائري لأن بوتين عدو ونحن الأطلسي ونحن يتبايع ويتشارع مع الروس إلى غرد الريكار كان يعتبره دائم لروسيا يدرق أعداء هذه اللهجة الأمريكية الحاجة الثانية هو أن يبدأ مع فرنسا جبنين جبدك جبنين جبدك فالأخر ستكون المفاجأة الأخيرة وهو أنه باريز كتفكر مزيان وكتلقرصها بأن المصلحة لها مع العلاقات المغربية والمصلحة لها تعترب الأخطاء اللي هي دارتها وغيرها ستكون رسالة للمملكة المغربية بأن حناية سيدي عوالين ودخلين معكم في المعقول مع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حتى لاحظوا هذه الأخطاء كاملين سببها ما هو سببها من النهار فأنتظر هذا ما كان منتظر أن هذه الأخطاء هذه الدول تسيبه فأنتظر بشكل حال إما يكون نظام ديمقراطي وانتخابات شفافة ويكون الشعب متبع ومسائل وكذلك أو على الأقل الدولة أخرى تكون ديكتاتورية ولكن يكون عندها شيء العقل تبدل هذا ولكن اللي لاحظنا أنه واحد يراكم هذه الأخطاء ويسبب الجزائر العزلة وهذا الفاشل الدارع ويسبب لها الفاشل في المهمة التاريخية اللي خلقت من أجلها المهمة التاريخية ما هي؟ هي مضايقة المملكة المغربية وكذلك تسمعون بأن الدولة في النظام في الجزائر نظام وظيفي ما هو وظيفي؟ وظيفي أنه ما تتخلقش مثلا الجذور مثلا عبر آلاف السنين أو قرون دول الجوج كنا اللي مع التطور ذي الزمان والقرون والأحداث والمسائل وكذا 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 تكون الدول وهي طلع وهي طلع وهي طلع وكذا كنا بعض الدول ما بين مثلا في الحرب الهلمية الأولى والثانية ذلك الأجينة وذلك الروينة إلى غير ذلك وذلك تقاسم الحدود كان المستمر بالمستارة وبدأ يستطر الجزائر كيف تعرفون الأصل هو المنطقة الجزائر وما يجاورها كانت تخليها للاستعمال الفرنسي من اللي بغي يخرج قطع من جميع الدول المنطقة الجزائر والنظام لديه ووظيفة هذه مضايقة المملكة المغربية هذه وظيفة مضايقة المملكة المغربية ليست مثلا غير حرب كلامية كيف يدلوها المغربة مثلا من مضايقة المغربة في إطار كلام دولة أو جيران وغرب أدوها لم يتمكن لديها لتجزائر أو بخدمة لتجزائر لتجزائر لتقسمها من أنه هو خدمة التي يمكن أن يطافق عليها نورمال مملك يأتي أحد الرئيس الذي يفشل فيها إذن يجب أن يحيد ما زالنا نقوله مثلا غير نجح في هذه المهمة فالباقي كان قدرنا نقوله هذا ما فعله ونجعله يكمل ولكن في هذه الوظيفة التي هي أصلية نرى أنه غير فشل مور فشل مور فشل مع ذلك نرى في 2023 96% كلها صوتت على عبدالعزيز تبون كرئيس نتمنى من الأخوة والأخوة نكونوا في بعضهم في هذه الأفكار دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته